أعلنت موسكو تسعة وثمانين من عسكريها قتلوا ليلة رأس السنة في ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت مركزهم في ماكيفكا في شرق أوكرانيا مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لنجاح كيف في أصدهم واستهدافهم هو تشغيلهم هواتفهم المحمولة خلافا للتعليمات وكانت حصيلة رسمية سابقة أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية أفدت بمقتل 63 عسكريا روسيا في هذا القصف الصاروخي وبثت الوزارة تسجيلا مصورا قال فيه المتحدث باسمها ليفتنانت جنرال سيرجي سيفيركوف إن عدد رفاق القتلى ارتفع إلى تسعة وثمانين بعدما تم العثور على مزيد من الجثث تحت الأنقاض من جهتها تؤكد كيف أن حصيلة القتلى هي أعلى بكثير مما أقرت به موسكو حتى الآن ونفذت كيف هذه الضربة براجمات هيمارس الصاروخية التي تلقتها مؤخرا من الولايات المتحدة موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر